فإذا الأحباء اللي بهم الرب يسوع المسيح مش خلفيتك أو مين أنت أو عرقك وممكن تكون أنت من نفس البلد بلد المسيح اللي أجينا منها وما تعرفش شيء عن المسيح وممكن تكون من بلد إبراهيم ومتعرفش شيء عن إبراهيم وممكن تكون من بلد الكنعانية اللي شرفت وجه لبنان ما تعرفش شيء عن المسيح إخوتي وأخواتي المسيح قال وفعل أيضا هذا هو يسوع المسيح اللي بنتكلم عنه صنع المعجزة وفعلا فعلا أنه حتى لو فتات من يسوع المسيح لابد أن تلمس أكبر شعب وأي أمة في هذا الوجود الذي يأتي بتواضع يأتي بانكسار يأتي بلجاجة ويأتي بصلاة شفعية ويأتي بحالة دسبرت عارف ملح مستقبل عاوز يأخذ الجواب من يسوع المسيح فإذن يسوع المسيح بحب الجميع سواء يهود أمم الكل يسوع بحبهم مشان هيك مش تتكلم بلسان واحد لكن هذا الإنجيل ترجم إلى ألاف اللغات حتى كل شخص يسمع حتى الصم في لغة لغة الصم يعني اللي بيقرأوا قراءة يمكن أنا وإنتي منفهمهاش لكن بيقرأوا بيفهموها أو سواء بالإشارة أو بالأصابع فإنه لا عزر لأي إنسان أسهل شيء أنك أنت ترمي جواب هيك سريع من أنك أنت تنظر وتبحث لنفسك شو اللي أنا موجود عندي هل مجرد كلام؟ طب شو اللي بيثبت الكلام بتبعي؟ شو اللي بيثبت الكلام؟ لأثبت كلام يسوع أولاً أخلاقيات وحياته الخالية من الخطيئة والمعجزات الخارقة اللي كان بدون أي شك بدون أدنى أي شك إنه كان واضح إنه يسوع له القدرة وله السيادة أيضاً ترجمة نانسي قنقر